سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم معنا النهاردة في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة النهاردة بنقدم لكم حلقة خاصة تضامناً مع نساء إيران وشعب إيران الثائر الآن في جميع أنحاء إيران حلقة النهاردة بعنوان مهسة أميني مؤامرة أم ثورة حنشوف العنوان ده جي منين هل موت مهسة كان بقدين النظام أم هو مؤامرة ضد النظام النهاردة حنقدم لكم أخبار ما يحدث الآن في إيران بقدر الإمكان حاولنا أن نجيب كل الفيديوهات الجديدة بقدر الإمكان لأنه دلوقتي الإنترنت وقفة في إيران محدش عنده إنترنت إلا عن طريق مواقع معينة وعايزين نجيب لكم كل الأحداث كما هي علشان ننقل لعنيكم والقلبكم والفهمكم خطورة الوضع في إيران الحقيقة وضع بقاله أربعين سنة على الأقل هو بهذا السوق لكن غير مسموح لعنين العالم إنها ترى ما يحدث داخل إيران إلا بين الحين والآخر أو عن طريق إيرانيين بيفتحوا الموضوع وبيتكلموا وبيقدموا القصة كما عاشوها وكما هي الحقيقة الآن علشان كده النهار ده أنا يسعدني جدا إنه بتشاركني الحلقة أحد بنات إيران المناضلات الشجاعات علشان تكون صوت لبنات بلدها وتقدم لنا الحقيقة كما هي الآن وزي ما هي كمان عاشتها في مرحلة كبيرة من حياتها اسمها مايرا يازاردي وهي مش هتكون معانا مباشر لأنه لفرق التوقيت إحنا سجلنا معاها وأنا هتسمعوا الترجمة بصوتي علشان الأمر كان بسرعة يعني فخليني أقدم لكم مايرا هي معدة ومقدمة برنامج إخباري باللغة الفارسية في قناة السي بي ان مايرا أيضا عابرة من خلفية إسلامية ودي إضافة رائعة جدا لخبرة إحنا ما بنسمعهاش من الإخوة والأخوات الإيرانيين كثيرا على البرنامج ده لكن عملنا عدة شهادات من إيران ودي حتكون شهادة أخرى بصورة أوسعة كتير دلوقتي قبل ما ندخل في موضوع الحلقة وتقابله مع مايرا حابة أننا نقف مع الفقرة الأسبوعية بتاعتنا وهي خبر الأسبوع فقرة خبر الأسبوع النهاردة هتكون من إيران نشوف السلايد موضوع الفقرة النهاردة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عمل تصريح الحقيقة يعني مفجع جدا بالنسبة لي بيقول إيه؟ الكلام ده من يوم أو اتنين بيقول كده أنه مقتل مهسى أميني مؤامرة مؤامرة حيكت ضد إيران لوقف تقدمها بيقول كده أن العدو يستهدف التكاتف الوطني عبر إثارة الخلافات في صفوف الشعب العبارة دي عبارة يجب أن نقف عندها لأنه ده المفروض الرئيس الدولة ولكنه هو الحقيقة بيعبر عن رؤية النظام اللي شايف نفسه منفصل عن الشعب فالرئيس الإيراني بيقول أن الشعب هو العدو على فكرة الناس اللي على الأرض دلوقتي الثوار بيقول عليهم الرئيس الإيراني أنهم هم الأعداء خلوني أقف هنا دقيقة واحدة وأخذ مكالمة الأستاذ جيرجس من أمريكا أهلا بيك أستاذ جيرجس تفضل أهلا أهلا مساء الخير يا أخت أماني مساء النور سلام ونعمة المسيح معاك سلام ليك تفضل الصوت في لي نقطة عداب عليك من أربع أسبوع قبل حلقة الملكة والجنازة بتاعتها كنت تتلم عن واحد فنان مش فاكر اسمه منير ولا يتجوز واحدة مسيحية معلش أستأذنك يا أستاذ جيرجس يعني النهار ده حلقة خاصة للكلام في موضوع إيران أوعدك لو كلمتني الحلقة الجاية من حقك تقولي اللي أنت عايزه النهار ده يوم إحنا كشعب مسيحي عابرين عايزين نقف مع نساء إيران اللي بتموت على الأرض دلوقتي يعني قدرت أسمع رأيك في الموضوع ده ممكن؟ هو المكانش الجيش هيجي معهم مش هقدروا أعمل حاجة لأنه الثورة بتاعت مصر لنجحها الجيش إنما دوق المدنيين بس مش بيقدروا أعمل حاجة أنا ده رأي حنشوف بقى من الفيديوهات النهار ده اللي حتشوفها معانا حضرتك حتشوف إنه في الشعب الحقيقة شكل الثورة بتاعتهم ابتدى يعني شكل الثورات العربية اللي شفناها في الأيام اللي فاتت فأنا بشكرك على سؤالك والحلقة جاء بإذن ربنا ياريت تتصل ونتكلم فيه أشكرك خليني أكمل في فكرة النهار ده إنه الرئيس الإيراني يقف ويقول على شعبه إنه ده العدو وبيسمي السوار اللي هما مليين الشوارع في جميع أنحاء إيران النهار ده بيقول عليهم إنه هما يستهدفوا سقوط أو إخفاق دولة إيران الحقيقة إنه بعد ما مهثة قتلت لمخالفتها القوانين السيادية اللي بتتكلم عن إنه لازم المرأة تكون محجبة بشكل معين خرجت السيدات كلهم بيطلبوا بإنه إحنا يعني محتاجين إن إحنا عايزين نقلع الحجاب محتاجين حريتنا محتاجين إنه لا نقتل وبيقولوا كده مثلا شايفين الصورة دي في منها في ناس بتقول إنه المرأة حياة فلا تقتلوا الحياة لإنه النهاردة شايفين الستات بيستهدفوا وبيقتلوا على الأرض لإنهم بيطلبوا بالحرية فيه هاشتاج طلع مساند للثورة اللي حصلة على الأرض النهاردة وبيقولوا فيه النساء الحياة الحرية استعجبت جدا لإنه يعني طبيعة الشعب الإيراني على فكرة دائما ينظروا إلى المعاني السمية في الحياة فالمسألة مش إنه هما بيطلبوا بإنه يكون عندهم معيشة أفضل من ناحية يكلوا أفضل يبقى مدياتهم أفضل لا بالعكس هما بيطلبوا إنه هما يعيشوا حياة كريمة حياة فيها حرية مش صورة من أجل الخبز أو المعاملة اللي بتعاملهم بها الدولة من الناحية الاجتماعية ولكن من أجل الحياة الحرة وده شيء يميز الثورة دي جدا لإنه من الواضح إنه الستات دي هما اللي أجيجوا الثورة لإنهما خلاص فاض بيهم مش بس هما اللي بيموتوا لأ بناتهم بيموتوا جوازهم بيموتوا شبابهم بيعتقلوا هناك إكحاف كبير في حق المجتمع الإيراني وخاصة المرأة نشوف الصورة اللي بعد كده إحنا شايفين إنه الصورة دي صورة مشهورة جدا دلوقتي لإنها صورة الفان أو العربية اللي بعدما يقبضوا على الستات بيرموهم فيها فواضح إنه الستات دي مش لابسين الحجاب بالطريقة اللي هم عايزينها يلبسوها ولابسين لبس عادي فبيرموهم هناك علشان ياخدوهم لمعتقل المكان اللي بتحطهم فيه السلطة أو إلى المكان اللي بيقولوا عليه مدارس تعليم ارتداء الحجاب دي اللي ماتت فيها في واحدة منها مهسة أنا عايزة أبص للصورة دي اللي اخترتها لكم النهاردة عشان تشوفوا هل من حق هذا الرئيس الدولة إنه يقول دول على إنه هم الأعداء كيف يدعو الستات دي والناس اللي بتعامل بهذا العنف إنه هم الأعداء هل هؤلاء هم الأعداء أم لا خلونا بقى دلوقتي نسمع من ميرا وأنا سألت ميرا إنها يعني تدينا الأحداث والأخبار الحديثة الجارية على الأرض دلوقتي بشكل واقعي وإيه اللي بيحصل للمتظاهرين إيه الحاجات اللي هي تعرفها وإحنا عادة يعني ما بنسمعش عنها إزاي النظام يعتم على هذه الأمور وإزاي بيحصلوا على هذه الأخبار الدقيقة يعني وهل ده ممكن دائماً ولا لأ مايرا هتشرح لنا ده في الجزء الأول من الفيديو ده فضل اسمي مايرا يازداري أنا معدة مزيعة الأخبار باللغة الفارسية في قناة الـ CBN البرنامج هو برنامج أسبوعي وهو عن أخبار العالم المسيحي باللغة الفارسية وأنا أيضاً عابرة من خلفية إسلامية أحيي جميع المشاهدين لبرنامجك على قناة الحياة الآن وأشكرك على استضافتي بطبيعة عملي في مجال الأخبار فأنا أتابع كل التطورات التي تحدث في إيران الآن أتابع القضايا على الساحة والآن أتابع قضية ماسا أميني الفتاة العشرينية التي قبض عليها من من يدعى شرطة الأخلاق لأنها لم ترتدي الحجاب بالطريقة الصحيحة والآن التظاهرات مستمرة إلى اليوم وهذا هو اليوم العاشر للتظاهرات والمتظاهرين في شوارع العاصمة تهران أو أيضاً مدن عديدة أخرى ليلاً ونهاراً اعتقلت السلطات الألاف من المتظاهرين بطريقة عنيفة جداً خلال هذه المظاهرات المنتشرة في كل أنحاء البلاد والتي تزداد انتشاراً وتعاملت مع المتظاهرين بعمف شديد المواطنين يتساقطون قتله لأن السلطات تستخدم ذخيرة حية ضدهم المقبوض عليهم غير مسلحين وهم يتعرضون لمعاملات عنيفة وحبس غير مبرر تعذيب اختفاءات إجبارية وإجبار على اعترافات كاذبة هذا النظام له تاريخ في إجبار الناس على الاعترافات الكاذبة وتصويرها في فيديوهات مفابركة أيضاً المقبوض عليهم يتعرض لمدة طويلة من الحبس في السجون أو أحكام بالأعدام غير مبررة وصلنا من سوط أمريكا الأرقام التي أعلنتها الحكومة بإقرار منهم في إيران 1200 شخص على الأقل هذه هي الأرقام التي أعلنتها الحكومة لكننا لا نعلم إن كانت أعداد القتلى أم أعداد الجرحة بل نعلم الآن أن أعداد القتلى أكثر كثيراً من ما قالوا وإن أعداد المختفين أيضاً أكثر العائلات تهدث حتى لا يبحثوا عن أولادهم المختفين ويقولون لعائلات القتلى أن الطريقة الوحيدة لحصولهم على جثث أبنائهم هي الصمت لا يمكنهم الحديث عن أنهم قتلوا أو ما شابه ذلك مصادرنا المعلومات التي نقدمها لكم فنحن نعتمد كثيراً على المعلومات الدقيقة من الأهالي على الأرض في إيران بما أن الميديا الموجودة في إيران الآن كلها تابعة للنظام فهم يقدمون أجندة الحكومة فقط ليس هناك ميديا مستقلة وليس هناك صحافة حرة فلا يمكن أن يدخل صحفيين لنقل الأخبار بحرية كما في أي بلد آخر كيف نتلقى الأخبار؟ نتلقاها من المتظاهرين والناس على الأرض فهم يصورون الأحداث بالهواتف المحمولة ويرفعوها على منصات التواصل الاجتماعي حتى تسمع أصواتهم بدأ النظام في قطع الإنترنت حتى يمنعهم من إرسال الفيديوهات وأصواتهم إلى العالم وحتى لا يعلم العالم حقيقة ما يحدث على الأرض ونرى العنف والقمع الذي يتعرضون له على يد النظام هذه الطريقة التي نحصل بها على المعلومات والآن بعد قطع الإنترنت نجد أن هناك منصات التواصل الاجتماعي وخاصة إنستجرام هو المنصة الوحيدة الغير مراقبة فمثلا فيسبوك وتويتر ويوتيوب كلهم مراقبين من النظام الناس يستخدمون الـ VPN ليستطيعوا استخدام الإنترنت بلا رقابة والمنصة الوحيدة كما قلنا هي إنستجرام الآن وهو غير مراقب فيستخدمونه لتوصيل المعلومات أيضا تصلنا معلومات أن الإنترنت على الهواتف المحمولة أيضا قطعت أو ليس لهم طريق للتواصل من خلال هواتفهم المحمولة أيضا مصدر آخر هو منظمات حقوق الإنسان فلهم اتصالاتهم الخاصة داخل البلاد وعندهم أسماء القتلى والمقبود عليهم بما فيهم أطفال مراهقين ستة عشر عاما أو أكثر قتلوا لأنهم يطالبون بحريتهم الحقيقة مايرا قدت لنا معلومات قيمة جدا وواقعية جدا ومؤلمة جدا في نفس الوقت الصور اللي انتو شفتوها ومايرا بتتكلم يعني دي صور بعد خمسة ستة من القتلى دلوقتي فيه سلسلة على تويتر نازلة بكل شخص بيقدروا يحصلوا على صورته أو معلومات عنه أو عمره كده بيحطوها وبيقولوا فيها كده انتو سمعين صوت إيران انتو شايفين الخسارة الكبيرة اللي بتخسارها إيران لأبنائها كل يوم فمايرا قالت انه في بعض القتلى يمكن ستتاشر سنة الحقيقة انه فيه بنت من البنات اللي حطت لكم صورهم النهاردة دي أربعتاشر سنة أربعتاشر سنة لما تبص للتظاهرات والناس اللي في الشارع فيه ناس نازلة بعربيات الببيهات فيها ونزلوا من كتر ما يعني الشعب ضج من الألام اللي بيمروا بيها النهاردة تحت هذا النظام مش الألم فقط انه الباب مغلق عليهم من كل ناحية ولكن الألم انه هم مش بس الباب مغلق لكن كمان بيفقدوا أبنائهم بننسى انه في وسط الثورات دي أو في وسط الأحكام اللي بهذه القتامة والقسوة والشدة وخاصة الحكم الإسلامي يعني نظام الدولة في إيران لا يختلف أبدا عن نظام داعش المقابل لي مثلا ده سني وده شيعي بس النظام داعش كانوا الناس عايشين تحت داعش بنفس الطريقة نفس الأفكار نفس الخوف نفس السلطة والسيطرة على أفكارهم وعلى اتساع محيط اختلاطهم بالعالم اللي حواليهم علشان ما يفكروش احنا بننسى واحنا بنبص لهذه الصورة انه الحقيقة اللي بيموتوا دول ليهم أبهات وأمهات أزواج أبناء الناس بتفتقدهم والألم لا يمكن أنه ينقطع في واحدة أم طلعت بعد موت بنتها لو حطتلي الفيديو اللي فيه صور تاني أقدر أوريكه أي واحدة بالتحديد فيه بنت كانت اتشهرت في الصورة دي لأنها بترفع شعرها وبتحطه في ديل حصان وبقت يعني زي رمز للصورة أيضا قتلوها والبنت دي يعني مش الفيديو ده لسه لكن البنت دي لما اتقتلت أمها طلعت وعملت فيديو وقالت قالولي أن أنا ما قولش أن بنتي اتقتلت عن طريقهم علشان خاطر أقدر أخد جثتها واتفنها لكن أنا بقول بنتي خرجت علشان خاطر تدافع عن حقها وعلشان خاطر مهسة وعلشان خاطر الحجاب وعلشان خاطر التعصف ويعني الحاجة اللي تكسر القلب بقى وتوجعه إنها بتقول حتى إنها خرجت جعانة قتلتوها هي جعانة الأم بتقول أنا لا بنام ولا باكل ولا عارفة عيش بنتي راحت هناك أناس يعني السلطات اللي بالشكل ده والتعصف اللي بالشكل ده بيكلفهم الحياة كلها الست دي بنتها كانت حياة ده والكثيرين والكثيرات الآن هم بنفس الشكل ده ابن حد بنت يعني شكلها مليان بالحياة هي دي البنت اللي كنت بتكلم عنها النهاردة اللي أمها طلعت عملية الفيديو شكل الثورة على الأرض النهاردة إنه الثورة انتشرت فيه جميع أنحاء إيران وإنه الناس ابتدوا يطلعوا ويحربوا ويدفعوا ويتكلموا ويهتفوا وهنشوف دلوقتي الفيديو اللي بعد كده إنه الهتفات اللي موجودة على الأرض كلها إنه يسقط الدكتاتور إنه استمروا إحنا متحدين إحنا بنطالب بحقوقنا حق مهسة يعني بقدر ما قدرت أوصل معاني الهتفات اللي موجودة اللي هتشوفوها في الفيديو اللي جاي ده كلها بتطالب بأعداد كبيرة جدا في مدن كثيرة إنبارح كان فيه سلسلة من الفيديوهات كل مدينة من المدن اللي بتنتشر فيها الثورة في إيران والناس بتطلع بيعملوا منها فيديو بينزلوا ويقولوا دلوقتي بقى في المدينة دي دلوقتي بقى في المدينة دي الحقيقة كانوا كتير يعني حاعد بقى ساعتين ثلاثة حط لكم الفيديوهات لكن خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده وتشوفوا فيه الناس وهي طالعة في الشارع بالأعداد الكبيرة دي طول النهار بالليل وبالنهار النظام بقى وأعوانه بيقولوا إيه بيقولوا ممكن تحط الفيديو وأنا بتكلم بيقولوا إنه الحجاب من القوانين بتاعت الدولة الإسلامية ده قانون إسلامي يجب إنه يفرد على النساء وإنه بضعة ألاف من الناس مش هيقدروا يغيروا رأينا ولن يغيروا القانون شايفين قد إيه فرحة الشعب بإنه البنات بتقلع الحجاب وبتحرقوا بتتحدى السلطة وكل ده حد يقول لي إنه الناس دي مش مهمين حد يقول لي إنه الناس المتحدين في الرأي على إنه مش عايزين يعيشوا بالطريقة دي ورفضينها بيروهمين عند الدولة في أي دولة في العالم نقدر نبص لمجموعة من الناس كده أي دولة متقدمة نبص لمجموعة من الناس تقولهم لأ إنتوا رأيكم مش مهم هتعيشوا زي ما احنا بنقول ده دي اسمها دول ديكتاتورية ونظام ديكتاتوري وغالبا هذا هو هذه هي حقيقة النظام الإسلامي كده كل الفيديوهات اللي انتوا بتشوفوها دي من أماكن مختلفة أنا عايزاكم تشوفوا الفيديوهات دي وتبقى في عينيكم إن دي معاناة شعب كامل أربعين سنة خلت الشعب ده من شعبه متحضر منفتح مسقف مفكر مساهم لما كان إلى شعب كل فكرهم دلوقتي إنه هم بس يتفتح لهم باب نجاة من هذا النظام الإسلامي المتعصف بيوقعوا صور قادة النظام وبيحرقوها في كل مكان ورفضينها في كل مكان عندما تقول الدولة إن الحجاب ده فرد عليكي لأنه فرد إسلامي ولن يتغير أنت مش مهمة إرادتك مش مهمة دي الرسالة اللي بتوصل للشعب اللي إحنا شايفين إنه الشعب الشجاع ده رفضها النهار ده يجب إن إحنا نعددهم عندي نقطة مهمة أوي عايزة أقولها في الحتة دي إنه النظام الإسلامي بيضع العلاقة بين الله والناس في إطار مختلف تماما عن الفهم المسيحي هناك إله يصدر أوامر وهناك مجموعة من الناس بتعيش تحت هذه الأوامر بشكل ينظم إله الإسلام فقط وليس لك إرادة في الاختيار إنما العلاقة بقى بين الله وبين الناس في الكتاب المقدس مختلفة تماما هي علاقة قلبك بالله عندما تتلاقى بالله المسيح اللي جاء علشان يعضد المنكسرين ويرفع المنحنين و و ويشفي منكسر القلوب هذا الإله عندما يتعامل معك يعطي شفاء أنت وهو فقط ويعطيك حرية العلاقة بالله في المسيحية أساسها الحرية الحرية في الاختيار الحرية في أن أعطي أنا قلبي وحياتي لله المسيح جاء لشان يحررنا من الخطيئة ولكن أيضا يعطينا حرية في الحياة معاه لأنه الله كتاب يقول كده الله روح وحيث روح الرب هناك حرية حيث روح الرب هناك حرية نرى الآن أنه في تحت الأنظمة الدينية السياسية الإسلامية ليس هناك حرية لأن الله غير موجود في هذا الدين بالمرة الوصاية على الناس بهذا الشكل ليست وصاية يعني ما هيش وصاية ديكتاتور ولكنها وصاية من الشرع موجودة في داخل الشرع الإسلامي تقيد الناس اللي رفضة يعني النهاردة احنا بنشوف أنه الإيرانيين بالذات بيخرجوا من الديانة الإسلامية إلى الإلحاد إلى ترك الدين بالكامل إلى أيضا أعداد غير عادية من الإيرانيين اليوم عابرين وعابرات بيأتوا إلى معرفة المسيح بمنتهى الشغف لمعرفة الله المحب المخلص فيه يعني الوصاية تأتي من تشريع يضع عليك الله إنما المسئولية الشخصية كإنسان وكمواطن أو مواطنة تأتي من يعني معرفتك بأن ليك اختيار وأنه إيمانك ب كل الأشياء الجميلة أو أو الفعالة في حياتك وكده يخلصك يعطي لك مش يخلصك يعني يعطيك فرصة إنك تكون إنسان مسئول منتج في مجتمعك الإيمان المسيحي يعطي ده لأنه بيقولك إيمانك مسئوليتك الشخصية فقط وده ينتج ينتج عنه إنك تكون إنسان مسئول في وسط مجتمعك محب نافع في وسط مجتمعك مش هتبقى عايز تستخبه لكن اللي عايش تحت الوصاية في الضلمة دايما عايز يستخبه خلينا نشوف الفيديو الجزء التاني من حديثي مع مايرا وأنا سألتها فيه عن رأي النساء في الحجاب وعن تجربتها الشخصية هي لما كانت مستمعها لبسة الحجاب كانت تجربتها في إيران وإزاي كانت بتعامل كمرأة في إيران خلينا نشوف ردها أما عن رأي النساء في أمر الحجاب فالحجاب لم يكن فرضا علينا قبل الثورة الإسلامية في عام 1997 قبل ذلك النساء الإيرانيات كانوا أو كنا يستطعنا الإختيار سواء أرادوا ارتداء أم لا كان عندنا محجبات وغير محجبات وكانوا يعيشنا بسلام معنا بعد الثورة القطاع الأول في المجتمع الذي تم اضطهاده هم النساء النساء كانوا أول المستهدفين من النظام كانوا أيضا أول الضحايا للنظام الإسلامي بعد ثورة 1979 منذ ذلك الوقت فرضوا على النساء لبس الحجاب في الشارع والعمل والمدارس هناك نساء فصلنا من التدريس أو العمل أو الدراسة لأنهم رفضوا ارتداء الحجاب النساء الإيرانيات كانوا يحاربنا فكرة الحجاب الإجباري منذ البداية ولمدة أكتر من 40 عام أنا كنت واحدة من الضحايا فأنا لم أختار أن ألبس الحجاب ولكني أكبرت عليه وأنا طفلة لأنني دخلت المدرسة فأنا ارتديت الحجاب منذ السنة الأولى في الصف الابتدائي بالرغم من أني لم أفهم ما هو الحجاب ولميازة أغطي شعري وجسدي وهكذا هذا النظام لا يرى قيمة للكرامة الإنسانية لا يرى قيمة لكرامة المرأة بل يريدون السيطرة علينا بالكامل على شعرك وجسدك وأفكارك وإيمانك حتى يبقوا في السلطة يسيطرون على كل أمور حياتنا وذلك يبقيهم في السلطة ويدمنها في إيران لدينا تعدد واختلاف في درجات التدين هناك من يريدن تغطية شعورهم وأجسادهم بهذه الطريقة وهناك من لا يريدن ذلك ولا يجدن السبب للبس الحجاب وهناك من هن بين الأمر أنا متأكدة عندما تتحرر إيران ويسقط هذا النظام سيكون للنساء الحرية في اختيار ما يرتدين أو ما لا يرتدين أمين أمين يعني الحقيقة الكلام اللي قالته مايرا في المقطع ده مهم جدا من العجيب أنه نساء إيران بيجتمعوا في فكرة أنه عارفين أنهم بيعاملوا بشكل كأنهم بلا قيمة وأنه العجيب جدا أنه أول حاجة تسمعها من أي حد مسلم يقولك أنه الإسلام كرم المرأة ولكن المرأة الإيرانية تحت الحكم الإسلامي اليوم تعرف أنها غير مكرمة غير محترمة لا تشعر بقيمتها كإنسانة لا تشعر بحريتها في الاختيار الحجاب من أكتر الأمور اللي فيها خلافات كثيرة في الدول الإسلامية عامة كل نساء المسلمين في العالم الإسلامي النهاردة بيتناقشوا رجالة وستات وشيوخ كمان دلوقتي بيتناقشوا في موضوع لبس الحجاب من عدمه النهاردة أقول لكم خبر عجيب جدا أن نفرد له حلقة خاصة وهو أن السعودية يوم 23 من هذا الشهر في أثناء الثورة الإيرانية ما هي يعني موجودة في الوقت ده فيوم 23 سبتمبر كان أعتقد اليوم الوطني السعودي صدر قرار أنه محدش يتعرض للستات المواطنات أو الضيفات اللي موجودين في البلد إذا لم يرتدوا حجاب المرأة السعودية اليوم تستطيع أنها تخرج كاشفة شعرها لبسة لبسة عادي زي بقية خلق الله السعودية النهاردة غيرت هذا النظام بقرار ملكي وعلى الزباط الأمن والقائمين على الأمن أنهم يساعدوا الستات في تنفيذ ده والقبض على من يعترض على أو يتعرض لامرأة ماشية بدون حجاب في الشارع شايفين التناقض ليه بقى لأنه اكتشفنا أنه هذه المنظومة لا تصلح وأنه اكتشفنا أنه الحجاب الذي فرد في الإسلام لا يعطي العفة ولا يعني لا يزيد في عفة المرأة بالعكس ولا يزيد في عفة الرجل بالعكس بالعكس العالم كله معترض على ده النظام الإيراني عايز يضع إطار للمرأة والرجل علشان يعيشوا فيه بدون فرصة يعني الانفصال عنهم لأنهم لو غيروا قانون هيكسروا سلطة النظام زي ما قالت مايرا أنه كل الفرضيات الإسلامية دي اللي بيفرضها النظام هي لفرض السلطة والتمسك بسلطة الحكم خلينا نشوف إزاي صورة لمحة هي لمحة من ما تمر بيه النساء من العنف اللي بيمر بيه النساء على الأرض في إيران اليوم بس الأيام الأخيرة دي شوفوا إزاي البوليس بيتعامل مع النساء مأمورين هما مأمورين أنه هما يتعاملوا معاهم بعنف من الحكومة لما تكونوا جاهزين تقدروا تحطوا الفيديو الحكومة بتقول أنه تعاملوا معاهم بعنف إحنا عايزين كده يعني الكلام ده أولا الست اللي وقفة قدام الأوتوبيس ده هنعيده تاني عشان مش حال حق أقوله كله الست اللي وقفة قدام المايكرو باس بتحاول تزوء المايكرو باس بتترجعه من هما يطلعوا بنتها لكن طبعا لا حيات المنتو نادي هنا هياخدوها وهياخدوا بنتها شايفين التعامل مع البشر ازاي الست دي اللي قعد على قبر بنتها دي أم مهسة اللي فقدت بنتها اللي كانت سبب هذه الثورة شايفين ازاي مش بس كده في آخر الفيديو ده بتشوفوا راجل بيتضرب في الشارع وشوف التعامل معهم كأنهم مجرمين مثلا ده مسيكلي مش مسيكلك سكينة ولا اي حاجة انا مش عارفة انتو بتضربوهم بالشكل الهامة جدالي يعني ومع ذلك الناس في الشارع مع ذلك الناس مستمر كل صغر الناس اللي انتو بتشوفوها دي نس فقدوا مطالبين بحرين شايفين البنت دي بقى دي دي مهمة جدا شايفين زي بيشيل البنت عادي زابط اهو بتدرعوا كده راح رميها تسمع صوت الجمجمة بتاعتها بتخبط في الرصيف دائما السلطة المتعسفة السلطة الست دي انا عاجبتني الست دي بصراحة لانه ضربها راح تقيمة ضربها دفت عن نفسها بس وقعت يعني الحقيقة الامر مش مضحك ولكنه هي مثل للستات اللي بيحاولوا انهم يعيشوا ودلوقتي شايفين كمان النهاردة انه الرجال ابتدوا يدفعوا عن الستات عايز اقوليكم مشهد تاني اصعب جدا الست اللي انتو شايفين ها دي هي ام احد الشهداء قررت انها تنام على قبره مش هتسيب ابنها دي من المشاهد اللي لازم ما ننسهاش دي من المشاهد اللي لازم تخلينا نتكلم ونقف ونصلي ربا انا عايزة ارفع صلاة من اجل شعب ايران الان يا رب المتقلمين انت تشجعهم المقصورين انت تجبرهم يا رب المجروحين انت تشفيهم يا سيد لانك انت وحدك مصدر الحياة والحرية والحق والنور يا رب انا بسألك يا سيدي انت النور الحقيقي انت الطريق والحق والحياة انك تفصل يا رب بين هذا الشعب وتحرره من الظلمة اللي هما عايشينها تحت يد الاسلام في اسم يسوع اصلي هذه المعاملة مع النساء مستمرة كانت في خلال الاربعين سنة الماضية لم تتغير في عدة ثورات او عدة محاولات قامت من النساء او الشباب عموما اعترضوا وحاولوا انهم يعملوا عدة ثورات كذا مرة ولكن الحقيقة النظام كان بيخمدها او اللي بيحصل نومة كانوا بياخدوا الاف منهم يعدموا يختفوا يقتلوا يضربوا يعودوا سنين بقى في السجون فما ينفعش يعني ما يقدروش يكملوا لكن انا شايف ان النهار ده في امل بس انا عايزة اوريكوا لمحة من لمحات عمل هذا النظام ضد النساء في السلايد اللي جاي ده في هنشوف فيه في وقت من الاوقات في 2014 كان في في مدينة اصفهان حملة ضد النساء كانوا الرجالة بيمشوا يعني ما طبعا اكيد رجالة بيمشوا يرموا اسد على يعني ايه اسد احماض مواد كوية على وجوه النساء خمستاشر بنته ست اتعرضوا لده ولم يقبل على احد وده كان رد على محاولة الستات ان هم يخلعوا الحجاب دي مرزة ابراهيمي واحدة من الخمستاشر دائما هناك يعني استهداف للنساء تحت السلطات الدينية المتعسفة بالشكل ده لو افتكرتوا في الثورات اللي فاتت كنا هنلاقي انه الستات كانوا مستهدفين في الثورات دي انه البنات تعود في البيت والستات ما تنزلش والكلام ده كله ولو نزلوا يغتصبوهم في الشوارع او يتحرشوا بيهم عشان ما يتحركوش والكلام ده كله ولكن مع ذلك الستات اصروا والثورات نجحت بسبب انه الستات اصروا يكونوا وقفين جزء من المجتمع النهار ده انا بقول السورة دي ابتدت ضحية واحدة ولكن هتكون بذرة لبذور كثيرة من عمل الله في وسط البلد دي اربعين سنة فقط اربعين سنة فقط تحولت ايران من دولة متحضرة الى هذا الشكل عايزة انتقل ميرا الجزء الثالث من الفيديو اللي هتقدمه لنا النهار ده الحقيقة انها بتتكلم هنا عن تجربتها شخصية اللي هي عشيته شخصيا لمحة من اللي انتو بتشوفو على الارض ده ميرا هتحكي لنا هي عشيتها ازاي فضلوا تجربتي الخاصة جعلتني افهم جدا ما يمر بي الناس اليوم وخاصة النساء التي يعتقلهن النظام من عدة اعوام عندما كنت عايش في ايران اعتقلاني النظام بسبب ارائي السياسية وايماني بالمسيح عندما اعتقلوني واكتشفوا انني مسيحية من خلفية اسلامية هذا سبب مشاكل كبيرة جدا الوقوع في ايدي النظام وضباط النظام شيء مرعب جدا مرعب للرجال والنساء على السواء ولكن اصعب بالنسبة للنساء لانها لا تعرف ان كانت ستقتصب ام لا لا تعرف كيف ستعامل هل ستضرب هل ستعذب ام تهان حتى طريقة كلامهم مع النساء مهينة ومتدنية جدا كل هذا كافي لكسر الانسان حقيقة مرعب جدا الوقوع في ايديهم اتهاض النساء من اساسيات التعليم الاسلامي وحكم هذا النظام اساسياته من القرآن والحديث وهذا هو مصدر العمر اتمنى انه في يوم قريب نستطيع ان نعيش في حرية وسلام في بلادنا امين انا الحقيقة سألت مايرا انه يعني انت كل اللي مريتي بيه ده وكل اللي بتحكيه وكل اللي شفتيه في بلدك واللي بتقدمين النهاردة في الاخبار عن الشعب الايراني واللي بيمر بانت شايف هذا موقف سياسي ولا موقف ديني فكان ردها قاطع جدا لا دي هي تعليم الاسلام وهذا هذا النظام ينفذ تعليم الاسلام بالضبط زي ما شفنا داعش والدولة الاسلامية بينفذوا تعليم الاسلام بالضبط لا فرق لا فرق مايرا حكت لنا ازاي شعرت هي لما قبض عليها نفس الحكاية خلتها تبقى متعاطفة جدا مع الناس اللي اللي عايشين على الارض دلوقتي والستات اللي بيقبض عليهم وحيشوفوا او يمروا بنفس ال الالام اللي مرت بها قررت كذا مرة حتت انه مخيف جدا الوقوع بين ايدين الناس دي انا النهاردة عايز اقول اية دايما كنت بافتكرها وانا يعني بسمع مايرا وبكتب في الحلقة انه يا جماعة ياللي بتسمعوني النهاردة انا بقول انه الكتاب المقدس بيقول انه مخيف هو الوقوع بين ايدين الرب الانسان اللي بيتعدى على ابناء الله اللي بيقصر قلوب الناس اللي بيقصر حرمات الناس اللي بيتخطى الانسانية شخص لهدف ليه انا بقولك انه توب لانه فعلا مخيف هو الوقوع بين ايدين الله الكتاب المقدس مايرا عبرة فكانت عارفة انه الكتاب يقولنا لا تخافوا من من يقتلون الجسد بل بالأحرى خافوا بقى من اللي في ايده انه يقتل الجسد والروح هو الله نفسه انتوا تقدروا تقتلوا اجسادنا لكن لا تستطيعوا انكم تنتزعوا الايمان مننا الحجاب النهارده هو كان السبب الرئيسي في الثورة دي لكنه ليس السبب الوحيد هذا الشعب لا يستطيع ان يختار ايمانه بنفسه يؤمن او لا يؤمن كما هي عادة الشعوب العربية الاسلامية كلها بس ده شعب عنده عصايا جمدة شوية يعني قادرين انهم عندهم شوية عساكر كتير علشان خاطر يقمعوا الناس عسكريا وامنيا والكلام ده كله لكن الشعوب التانية برضو عندها نفس طرق القمع بس بطريقة ثانية لان المظلة هنا الاسلام الذي يقمع الفكر والقلب وحرية الاختيار وحرية معرفة الله الاسلام حجاب بين الانسان ومعرفة الله الحقيقي علشان كده انا بقول انه يجب اننا نفكر نتعاطف مع هذا الشعب نقف معهم كل واحد في ايده حاجة يعملها بلغوا ابعاتوا رسائل لسفراتكم بلغوا اي قصة تعرفوها ودوها لحد يقدر ينشرها من منصات حقوق الانسان وغيره لكن احنا كعابرين النهار ده اهم حاجة نعملها اننا نصلي من اجل هذا الشعب انا عايز اوريكو الفيديو ايديوهات الشهيرة لناس داخل ايران ستات داخل ايران وبر ايران قرروا انهم يقصوا شعرهم تضامنا مع الشعب الايراني وايضا رسالة للنظام بيقولولوه الشعر اللي انت شايف انه عورة وانه لازم يضغط وانه العالم بتاعهم هو شعرهم المقصوص وحريتهم في اختيار انه هم يقلعوا الحجاب وتوقف الستات في وسط ايران يقصوا شعرهم ويرموه ويقولولهم ادي الشعر انتو فاكرين ان احنا يعني ده حيمنعنا اننا نطلب بحريتنا لا في العالم ناس كتير بقوا رجالة وستاتة هو بيحلقوا شعرهم علشان خاطر يدوا رسالة ليس فقط للنظام ولكن للعالم كله احنا محتاجين اننا نعيش حريتنا انا بصلي من اجل انكم تعيشوا حرية حقيقية ميرا قالت انها كعابرة كان لها منظور اخر للامر الحقيقة انا عايز اقول انه يعني كنيسة العابرين في ايران هي يمكن من اكبر الكنيس المسيحية للعابرين في العالم عشرات الملايين من الايرانيين النهاردة بيجوا لمعرفة المسيح وحرية المسيح ويضحوا بايشيء داخل ايران وخارج ايران لانهما يعيشوا مع المسيح رسالة لكنيسة العابرين داخل ايران انا شايفاكم زي داود النبي اللي وقف امام جليات وكان في ده خمس زلطات صغيرين لكن الرب استخدم وحده داود كان مستعد ان يقف امام العملاق والله استخدم داود الصغير انا بقول ان انتم النهاردة داود اللي حيصلي ويقف ويعدد ويحارب ويشجع ويرفع شعب ايران امام المسيح لتكون حرية المسيح تغطي ارض ايران بالكامل وشعب ايران بالكامل وتعطيكم الحرية وقوة من الله النهاردة في حاجة تانية كنت حاب اشارككم بها في قناة اسمها قناة محبات وهي قناة قناة باللغة الفارسية قناة عريقة وبقالها سنين طويلة بتشتغل في المجال المسيحي ومع العابرين ومعظمها عابرين بالتأكيد زي كده قناة الحياة وده الQR بتاع قناة محبات بتاع الويبسايت بتاعها على الاقل خد الQR ده وابعته لحد من الايرانيين حط الQR ده على رسالة على التويتر خلي الناس تاخد رجاء وتتشجع وتاخد اخبار وتعرف حبة المسيح وتشوف قد ايه انه في زيهم ملايين في العالم برا ايران وجوه ايران خلينا نشوف الجزء الاخير من فيديو مايرا انا سألت مايرا سؤال كان مهم بالنسبالي لو انتي ما كنتيش متطهدة جوه بلادك كنتي حتسيبي البلد كان في حاجة تخليكي تسيبي البلد ولا لأ لو كانت الاحوال مختلفة خلينا نشوف ردها لو لم تكن حياتي في خطر بسبب ايماني او اختياراتي او ما ارتدي لما كان هناك سبب يجعلني اترك بلادي ابدا لو لم يكن هناك احتمال دائم ان ازجن او اعذب او اقتل لما اطررت لترك بلادي وهناك الكثير من الرجال والنساء تركوا كل ما انجزوه في الحياة وهربوا من البلاد تركوا عائلاتهم احبائهم بيوتهم مدنهم حتى يكونوا امنين واحرار في التعبير عن انفسهم وايمانهم اتمنى انه في يوم قريب نستعيد بلادنا نستعيد حريتنا حقوقنا الاساسية في الحياة وحتى نصل لذلك نحتاج تعديد عالمي من حكومات العالم الحري الحياة وحتى نصل لذلك نحتاج تعديد عالمي من حكومات العالم الحر كله نحتاج تعديد من الافراد كذلك انتم المشاهدين لنا اليوم نحن نحتاج تعديد كل منكم صلوا من اجلنا انشروا الصورة الحقيقية لما يحدث في ايران اجعلوا اصواتهم تسمع رجاءنا اليوم وصلواتنا ان شعب ايران الجميل المجاهد المضحي من اجل الحرية الشعب الحر ان يجدها قريبا امين في اسم يسوع ممكن نروح للفيديو اللي بعد كده على طول الفيديو ده الحقيقة بيوريكوا انه الشعب لما يستطيع انه يقاوم وينتصر الشعب لما يقدر يقاوم الشعب وهو بيجري وراء البوليس والبوليس يجري منه ومشاهد شفناها قبل كده في امل يا جماعة في امل النهاردة كان في فيديو لسفير ايران في لندن بيجري من الصور في العالم كله يجب ان احنا نقف مع هذا الشعب وكل واحد مننا ياخد موقف دورنا الاول كابناء الله ان احنا نصلي لكن عايز اوريكم في السلايد اللي بعد كده في العالم كله بكرة هيكون يوم مختلف ومهم جدا في يعني دول للعالم كله دي لندن واحدة منهم لكن امريكا فيها الكثير من المدن اللي هيكون فيها تجمع اسمه تجمع الحرية لايران بيقولوا الوقت حان اننا نقف مع هذا الشعب الوقت حان انه يتحرر هذا الشعب ليك دور لي دور وارجو ان احنا النهاردة كقناة وكاخوة عابرين اعطينا صوت لشعب ايران اولا شكرا لمايرا على كل المعلومات اللي قدمتها لنا النهاردة وقصتها ومحبتها في الحضور معانا وشكرا ان كل اللي عاونونا بشكر فريق البرنامج النهاردة شكر خاص يا جماعة على فكرة النهاردة كان يوم صعب عندهم مواد كتيرة يحطوها ويشغلوها وانا بتكلم فبشكركم شكرا خاص لفريق البرنامج النهاردة ازاي نصلي ازاي نصلي نرفع قلوبنا من اجل ان يعرف هذا الشعب خلاص المسيح اولا دي صلاة قلبي ليكم وانه الله يأتي بسلامه على ايران وان الله يلهم كل قلب بيسمعنا النهاردة بالدور اللي تقدري انت تقومي به واللي اقدر انا اقوم به رب بيقول لأولاده اللي بيحبوا الرب بيقولهم ابغدوا الشر لانه الرب هو حافظ نفوس اطقياءه من يد الاشرار ومن يد الاشرار ينقذهم انا بقول في اسم يسوع النهاردة لشعب ايران الرب حافظ نفوس اطقياءه الرب حافظ نفسكم الرب معطيكم حياة الرب معطيكم فرصة للاختيار دائما في برنامج المرأة المسلمة كنت بقى في البرنامج كده لما ابتدينا البرنامج واقول انه مع المسيح دائما لكم اختيار النهاردة بقول ده لشعب ايران لنساء ايران مع المسيح لكم دائما اختيار في الحياة وبالروح ايضا الرب بارككم وسنستكمل الصلاة من اجلكم والى اللقاء